السلام عليكم وعشو الله وعشو الله وبركاته وليد اشمعوا بكم في حلقة جدا من حلقات دراسة الدوال لعدد ديها. من بعد ما نتنهينا من الظهر نونية جهد الوقت اننا نشوفوا مسألة جديدة يعني وصلنا لواحد المرحلة اللي غاديم بدون طلوع لتاماري شاملة بمعناها ديزيز ديزيز كومبلت يعني فيهم الدوال يعني عندها صودالة اللي هو الهدف دينا الاساسي. كيف مشو انها تشي كامل شفنا سواء حساب النهايات سواء الاتصال اشتقاق تأويلات الهندسية بزاف هاتش مبارنة القيمة الوسيطية وهاتش كامل اللي شفنا اجه الغاية واحدة اشنو هو انها تعطانا واحد دالة اف تعطانا دالة في صيغاتيات حيلية يعطانا التعبير ديالها اشنو الوبشيكتيف ديالنا هو ان نصم المنحنة هذا هو انتكت في المستوى الثاني باكالوريا هاتش باش مطالب يعني ان الترسم المنحنة ديال الدالة ديال. دونك ولكم بش ترسم ممكنش ترسم ولكن خاصك ترسم ممكنش ترسم شوائيا او اللي ترسم تلقائي لا. ضروري كني مجموعة من الخطوات اللي خاصك تلتزم بها باش انا يكون عندك واحد منحنة اللي هو صحيح. واليوما جينا ديالة واحد فقرة موهمة بزاف اكيد. اللي عندها علاقة بالرسم ديال المنحنة. عندها علاقة بماذا؟ عندها علاقة برسم منحنة استدائف. بمعنى ان منحنة ديالة ممكنش يكون صحيح. يعني لا كورب ميكوش صحيح الا الا الاعتمدنا على هاد المسائل اللي عندها علاقة اليوم. يعني مسائلية ضرورية. اسئلة في مسيحة الوطنية يكونوا دروريا بنا ساب للنهائي. يعني بين الفروع اللانهائي يوجد تلكантиي حدث اشبابتентов بالآن. نقول عندي مقارك بمعنى انا كنعرف المنحنة اشنو فين غا يدوز لاش كي يقرب مليك يقول عندي فرع شال جاميل يعني كنعرف المنحنة ديالي كيفاش غاديكون شكل دياله دونك هادو كيمكنوني اولا كيعونوني بزال باش انا نرسم المنحنة صحيح اذا شنو هما هذة فروع لنهائية كيفاش غادي نعرفهم ان هالامتيحان هذا هو الدور ديالنا اليوم ان شاء الله واشير غادي نتكلموا لي اذا تبقوا معي وليدات الفروع اللي نهائية اللي برونشان فيني عندهم علاقة بالنهايات يعني انتولي دات نهار الامتيحة الوطني او النهار الفرض ان شاء الله من اللي يعتك انك تحسب واحد نهاية معينة متبقين سواء عندما يقولوا ايكس العدد كن اكس تنفير واحد لنضغ سواء اكس تنفير الانفيني يعني ايكس يقول الى ما لا نهاية هادك النهايات من اللي كتحسبهم راه مهمين بزال هادوك النهايات اللي كتحسب لحسب النتائج ديالهم والحساب الجوار الذي حسبت النهاية سوف تقول لنا واحد الاستنتاج يعني يطلب منك أن تحسب واحد النهاية و يجي من بعد يقولك توم ما أعطي تأويل هندسيا كالكولي لا ليميد بو يدوني هنا تبقي تسيانس جيومتريك دي رزلطة يعني أنك عندما تحسب النهاية يمكن تأويل هندسي والتأويل هندسي عنده علاقة بماذا بالفروع النهائي أول فرع النهائي إن شاء الله هادي يشوفو هذه الخططة اللي نعطيكو موليداس دونك هذا غيزي مبسد خذكم داروا أنكم تحفظوه و أنكم تعقلوا عليه مزيان لأنه غادي تحتاجوه دي زيكزيارسيس سادوا أول نهاية غا نتكلمو عليها إن شاء الله أو لأول فرع النهائي غادي نتكلمو عليها إلي حسبنا لا ليميد عندما يقولوا إيكس لواحد العدد أعيد نهاية عندما يقولوا إيكس العدد إيكس العدد دي الواحد دالة فرع النهائي والنتيجة النتيجة اللي عندي أشنو كانت كانت سواء بلوس لامفيني أو اللا كانت مولام فيني أعيد نهاية اللي حسرت عندما يقولوا إيكس العدد دالة فرع النهائي اللي أعطيك بلوس لامفيني أو مولام فيني يعني تتكلم فيني الاستنتاج اللي غادي تقول لنا هو على الشكل التالي غادي تقول لنا أن السيدو آف يقبل مقارب معادلته إيكس كتساوي أ إيكس كتساوي أ بجوار زائد ما لا نهاية أو لا ناقص ما لا نهاية أعيد حسبشي اللا ليميت دال واحد دالة عندما يقولوا إيكس العدد كان إيكس تنفغ واحد لنا نبغى أ وعطيك الغزولتات عطيك لامفيني يعطيك زائد ما لا نهاية أو لا ناقص ما لا نهاية الاستنتاج اللي غادي تقول لنا اللي عنده علاقة بتأويل هنداسي أن السيدو آف يقبل مقارب معادلته إيكس كتساوي أ أولا إيكس كتساوي أ مقارب للسيدو آف حسنا إيكس قتساوي أ مقارب لسيدو آف في معنى أن السيدو آف يقبل مقارب معادلته إيكس كتساوي أ هاد المقارب كي غادي كون بيانسون غادي كون عمودي لونك من ليك تقولي ان إيكس كتساوي أ أنا كنا نرفع أوتو ما شكمو أن لزيكس ومه هادوك المستقيم مسألتا مثلا عندك ادو المنحنة ديالك مليك تتقولي ماتون انا اكس كتساوي فرضا انا كتساوي ثلاثة. هاي اه ثلاثة يك? هاي اكس كتساوي ثلاثة. هذا هو المستقيم لي معدده لو اكس كتساوي ثلاثة. اذا ممكن لو يكون الا يكون عمودي. يعني سواء قلتي عمودي او لما قلتي هاش راي يكفي. انا الاستاذية كفي تكسب لي انا اكس كتساوي ارا كيف امو انه هو راه مو احد مستقيم او لواحد مقارب اللي هو عمودي. متابقين. دونك بفرنسية بنسما النسيل البحوش. اه ادمي انا سامبتوت دي قواشا اكس ايجال اة. او بيع اكس ايجال اه سامبتوت دو سيدو اعفيد. تابقين. الووزناج دي بلوس ولا بيع موانا في نية على حسب الجزيوتال ليت شواثني. هذا الاول ملاحظة اخ سننضيره اول فرع الانهائية اللي غد نشوفه. سألة ثانية ان شاء الله. لا بفرضا نحسبنن هاد المرة اكس كتساوي اه سألين مع العدد عندما إملك كل جوار هو العدد سألين معه. لذلك ماذا نبقى لنا؟ نبقى لنا أن ندوز لجوار آخر. لذلك فرضا أن حسبنا لا مهمة للمثين، مهمة للمثين. صفقين؟ ما نعطي للمثين؟ ما نعطينا؟ فرضا أن هذا المثال تناقشه. فرضا في الحالة أعطيتنا جديد الحالات. فرضا أن هذه المثال التي لديك هنا أعطيتك عدد سأسميه ببي. سأسميه ببي لكي لا يوجد أحد الخلط ما بين الأول. فرضا أن نسميه ببي. ما سأقوله في الاستنتاج؟ لا عقل. المثال X تأول إلى الأنفيني. X تنفى على الأنفيني. ما سأقول لنا؟ سأقول لنا أن Y هذه المثال كي ساوي ببي مقارب لصيدو أف. مقارب لصيدو أف. مقارب لصيدو أف. بجوار. أسألة ثانية. نفترض أن هذه المثال ما أعطيتك عدد. وإنما أعطيتك سهية إما ببي مقارب لصيدو أف. تفقين؟ هاد ليمت عندما يقوله X إلى بلس أو المولى الأنفيني دي الـ ما أعطيتني ش عدد. أشو نعطيتني؟ تطني الأنفيني. لكون هذا لو كان عندما نستنتج. أنا مضطر أنني نزيد واحد الخطوة آخرى. ونحسب لا ليمت عندما يقوله X إلى بلس أو المولى الأنفيني. تطني الأنفيني دي الـ F2X على X. من اللي تعطيك هاد الليميت هدي كتشوف انا شوفها شوفها مزيان ايه بلوس ولموالع فيني دلدلاء فدو ايس اعطتك الليميت ما غا تسنتج جواله باش تسنتج خاصك تزيد نشوف انت غا تزيد الكليطاب من عندك نتبقين ايو مياز اغمتيحات الوطنية كيقولوا علينا مي باش تعب عشلو كدير تحسب الليميت فلان فيني تعطي الليميت فلان فيني زيد خطوة اخرى شنو هي الليميت فلان فيني حافظتي على الفوزناج مي هاد المرة هاد هي الفونكشون اللي تبدلات هاد مرة اه دو اكس سور اكس اه اون ديستنج تخوى ذلك مليك نحسب واحد ليميت تحمل نتيجة ممكنة نتيجة واحد نتيجة رقم جوج نتيجة رقم ثلاثة فرضا انه هاد النتيجة هادي شنوطاتنا فرضا هاد الليميت ليحسبشي هنا يا عاد ليميت هادي ليحسبشي يعطيك زارة اولا تقدر تكلام فيني اولا تعطيك واحد العدد سلي كي خالف زارة احنا غيباش كان ميزو عقل مزيان هاد ليميت ليحسبشي هنا يا اما دي اف دو اكس على ايس حال نتيجة ممكنة يا اما زارو يا اما لان فيني يا اما واحد العدد سلي كي خالف زارو صدقا الى هاد ليميت اف دو ايس على ايس عندما يقولوا اكس لان فيني اطاتك زارو اش او اش او نقول السينتاج السينتاج هيكون على الشكل تالي ان السيدو اف يقبل ماذا يقبل هاد المرة هادي فرعا شلجميا في اتجاه في اتجاه محور الافاصيل بجوار السيدو اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الافاصيل بجوار السيدو اف ادمي اه برانش 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 بعالي دو ديریکسين edo dax10 ab6 او بيان دويریکسين او او ايكس يعني محور الافاصيل ووزناج بلز او بيا مولان فيني متاثقين يعني ما معناه ان السيدو اف هنا بطبع بنسبة المقاربات ما معناه السيدو اف يقبل مقارب بمعناه ان لموانحانا ديلي كيقرب لذاك المستقيم من اللي مثلاً بجوار بلوس لان فيني هنا المنحنة ديالي غايقرب لهذا المستقيم. صدقاء. بهناي. الشفر عن شلجمياً ما معنى فرع شلجامي بمعنى أن المنحنة ديالي غادي ياخد شكل شلجم فين. بجواره لحسب فين حسبش. إلا حسبشي إلا لقي حسبشي في بلوس لان فيني إذا المنحنة ديالك غادي ياخد شكل شلجم بلوس لان فيني. هسمني اعطتك موالة دللي欢م، ياخد شكل شلجم فين هسمثي وتغيري بهذا الشكل اهم ولا كانت ارداتي من كل هذا المنحنة ديالك. امر две فرعة اهisas قائبة. كل انتجاه دياله هو محاول الافاصيل يا اما رايكو الفوق يا اما رايكو الغايكو التحت يا اما من الجبرة. متبقعني يعني لا على تبع هذا الشكل هده عديكم لم تصبح بصير Youtube ع disturbance فين المنحنة عديكم هيكل يا اما هاكياmie يا اما ه Перв?, يا اما هاكيا يا اما هكيا !! يعني كي ياخد شكل الشلجم هنا شلجم هنا كدلك شلجم هنا شلجم هنا شلجم انتجاه دياله هو محور الأفاصيل هنا بيجيوار بليس لان فيني متاقين وهنا بيجيوار موانا فيني يعني هاد مسائل غير كان بسطبع إلا خرجت الكلام فيني أشغر تقول لينا استنتهاج هو سيدو آف يقبل فرعان شلجميا في اتجاه إلا كان هنا محور الأفاصيل في اتجاه هنا محور الأراتيب يعني ان المنحلة ديالك غدي ياخد شكل شلجم تفقين هي اخد شكل شلجم فيه في اتجاه دياله هو شم انتجاه محور الأراتيب بجيوار على حساب الجيوار على حساب فين حسبش بجيوار بلوس ولم موانا فيني على حساب فين حسبش انتا الليميد الحالة الثالثة ان شاء الله إلا حسبش الليميد ديال اف ديو ايكس لأيكس تطرشك عدد تهنا مضطر أنك تزيد واحد الخطوة أخرى شلو هي هذه الخطوة هادي هو أنك غديش مشي تحسب لينا غنزيدوا واحد خطوة أخرى لأننا ما عندنا ما نسنجو غنزيدوا واحد خطوة أخرى وغمشوا نحسبو الليميد عندما يقولوا ايكس إلا زائد أو لا ناقص ما لا نهاية ديال اف ديو ايكس ناقص هادي السي اللي كتشوفنا هادي السي اللي خرجتك في النتيجة سي ناقص سي فاش غد ضربها في ايكس يعني غد تحسب لينا هادي الليميد هادي وحتى هي غادي نسنجو جوج ديال الحالات ماذا نستنتج حالاتي الحالة رقم واحد والاستنتج رقم تاني على حساب النتيجة اللي خرجت لي إلا خرجت لي يا أن هادي النتيجة هادي عدد غندي نسميه دي غيباش ما يوقعش لي خلط ما بين الأعدد للولا متطقين دي كيف ما تقدر تعطيني لان فين يا ايما بلوس يا ايما لا موى متطقين إلا خرجت لي يا دي أش غادي نقول غادي نقول في الاستنتاج ان السيدو اف يقبل مقارب مائل معادلته ما هي معادلته ايغراج كتساوي شحال هنا س ايكس لاحظ معي س ايكس س ايكس زائد ماذا زائد النتيجة اللي يخرجت لك اللي هي دي زائد عدد اللي يخرج لك نزقين خرجت الكلام فيني السنتاج و بصير ان السيدو اف يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه شنو الاتجاه ديالو اتجاهه المستقيم دو المعادلة ايغراج شحال كي يساوي س ايكس س ايكس س ايكس س ايكس س س ايكس ثم نعلمها لجلك يتجاه للمينة لأنها سوف تقوم ب practicedَ إنتبه! ظنك هذه الخطة التوليبات لنتم متعقلة عليها لأنها كيف نفهمها؟ فهنا نفهم بأن كل شيء واضح ولكن إن فوا غادي نسالي ذلك إن فوا انت قتح الكتابة قد جيب دوارها قد رجعنا تقرس كنسي شي هذا الشي وبتالي شمح الواحد هو أنا نقص نحفظه بمعنى أنني إن فوا عشنا نعقل 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 هذا الحويجات أنا في نحسب تليميت والنتيجة اللي خرجت لي والتأويلات لي أنا دو مسائل هادو ما كيت أشغل تفهم فيهم أكثر كيتحفظوا بحيد القواعد هاد الحويجات هادو كيتحفظوا نتبه طرح أنك تحفظهم لأن من اللي تحفظهم صافيك تولي في البخاتيك تمرن أكثر ثم باش تحفظهم أنك تمرن للتماريف ما تحسبه أحد الليميت بوالا أرجع للغيزيمة ديالك وهذا وقول فالا أنا حسبت شهدي شنطتني فالا إيا عندي أسامتوت يعني مقارب معادلتهم تخيب يعني اليوم مغدى اليوم مغدى اليوم مغدى مع الممارسة بساد كنت هاد المسائل هتولي عندك عتيادية كنت تغيز عندك كما نقول حنا تغيز الشغول وأنك تحفظهم من الأول وتعقل الله كل حاجة كيفاش كنت عامل معه طيب هاد الفرع اللي نهائي ولداتك زويني بزاف أو اللي وظيفته مهمة بزاف فاش كينفعونه كينفعونه فعشان يرسم ملحنة اللي كان قول هنا مثلا يقبل المقارب يبقى أنك عرف الملحنة ديالي راك يقرب من هاد المستقيم فين فلان فيني هنا مثلا عنده فرع شالجامي كان عرف أن الملحنة ديالي غي ياخد شكل شلجم فلان فيني باتجاه ديالي هو محوال أفاصيل إلا كان زاره يعني هاد الحويزة هادو كعطاني واحد نظرة على الملحنة كيفاش غادي يكون وكي سهلوا علي بزاف الرسم متفقين ويداتك وصلنا نهاية هذا الفيديو هادا كنتم نتمنى على الملخص يكون عجبكم ما تنسوش خصمي تحفظوات الحويزة هادو اذا وصلنا ويدات نهاية هذا الفيديو يتعجبكم كنتم نتمنى عليكم شبار ترجوه مع أصحابكم تخليوا وجوم وكمونتات والسلام عليكم ورحمة الله سعالى وبركاته